مثل ما قلنا قبل 80% من حالات الكوفيد-19 هي حالات بسيطة المريض ما بيحتاج فيها للدخول إلى المستشفى أو ما بيحتاج فيها لأخذ الأدوية اللازمة مريض الربو يعتبر من المرضى يلي هنه ممكن يكونوا معرضين أكتر من غيرهم أنه ياخد أدوية بالمستشفى إن كان عن طريق النابولايزر أو إن كان عن طريق المصل بالوريد فهو معرض أكتر أنه يدخل إلى المشفى وياخد أدوية بالمشفى أكتر من المريض العادي ولكن طبعا مريض الربو إذا كان عم ياخد أدويته ملتزم فيها مضبوط أكيد هو معرض للشفاء مثل حالة مريض تاني